على القاهرة والناس رمضان شهر مشهدى بالملايين الأسنان المكسورة من الأشياء التي تشوي بشكل كبير جداً شكل الفم عبيض عبيض طبعاً تعالوا نتكلم عن مسأل بسيط خالص أو هندي مثال هنضرب مسأل بسيط جداً عندنا أسنان مرصوصة جميلة لونها حلوة جداً 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 لشخص ما تمام؟ وفي النص بيصدف بس حادثة بسيطة أو خطة بسيطة قصرت له جزء ولو حتى صغير جداً من سنة أمامية ولنكن سنة من القواطع الأمامية اللي فوق لأنه دي حاجة بتبان جداً في الضحكة سنان كلها جميلة بس هنقول بس شوف هو ده بص عنده سنة مكسورة مثلاً زي الحلوة دي هو سنانه مرصوصة ولونها إلى حد ما لايق عليه تمام؟ بس هو مشكلته في السنتين اللي قدام اللي إيه فيهم نسبة تسوس ونسبة كسور دي بكل بساطة ممكن نعالجها عن طريق القشور التجميلية طبعاً اللي هي حاجة صغيرة خالص بتعمل مفعول كبير أو تأثير كبير جداً وصلنا بيها للصورة اللي فوق كده هو بس ده الكسر ما ينفعش واحد يمشي بسنته مكسورة طبعاً طبعاً مش حلو خاص بيبوز منظر بقية السنان نهائياً بالإضافة أنه هو بيبوز الترتيبة اللي ربنا خلقها لنا وجود الكسور دي يعني مش مزبوط ما بين السنان ما فيش السبات بتاع السنان فممكن يبدأ يغير طبعاً بواي أكل تتحشر جير يتكون في الأماكن الأسنان المكسورة دي ممكن يقدل فقد حتى الأسنان اللي ممكن كنا نعالجها بحاجة بسيطة جداً جداً